تعادل العين مع ضيفه دبال حصن بهدف لكل طرف ضمن الجولة السادسة من دور أدنوك للمحترفين أسامة حدادي افتتح التسجيل لدبال حصن في الدقيقة السبعين من ركلة جزاء بعدها بدقائق أضاع لابا كوتجو فرصة الزعيم لإدراك التعادل بعد أهداره لركلة الجزاء قبل أن يعود ذات اللاعب ليعوض فريقه بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب وبهذه النتيجة رفع العين رصيده إلى ثماني نقاط بينما حصل دبال حصن على أول نقطة له